أمام عدد من رجال العمال الأمريكيين المنحدرين من أصول اللاتينية حاول المرشح الجمهوري لرئاسة الأمريكية ميتروني التودد لناخبين الأمريكيين ذو الأصول اللاتينية رومني تعهد بحل مشكلات الهجرة في الولايات المتحدة قائلا أن الأمريكيين اللاتينيين تحملوا العباء الأكبر من التباطئ الاقتصادي في عهد الرئيس باراك أوباما جاء حدث رومني أمام عضاء الغرفة التجارية الأمريكية اللاتينية أمس في لوس أنجلس حيث يتمتع المرشح الديمقراطي باراك أوباما بشعبية كبيرة بين الأقليات الأمريكية ناسية ما لدى المهاجرين المنحدرين من أصول إفريقية ولاتينية وقال رومني أنه على اقتناع بأن الحزب الجمهوري هو الملاد المناسب للأمريكيين المنحدرين من أصول اللاتينية المرشح الجمهوري أعلن أنه سيسعى إلى إقرار إصلاح شامل لقوانين الهجرة مشيرا إلى أنه يعارض العفو عن المهاجرين غير شرعيين لكنه أكد على حق كل من خدم في الجيش الأمريكي وخطر بحياته من أجل الدفاع عن أمريكا في العيش على الأراضي الأمريكية